من عدن يلتحق بنا المحلل السياسي وليد الصالحي مساء الخير أستاذ وليد أبدأ معك أستاذ وليد يعني بعد الانهيارات المتلاحقة في صفوف ميليشيا الحوثي متى تتوقع لحظة الحسم بشأن وجودها العسكري؟ تفضل بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بك أستاذ الكريم أهلا بك ومرحبا بمشاهدي قناة الأخبار السعودية فعليا أتوقع أن يتم الحسم العسكري وبدأ تطهير العاصمة المحتلة صنعا من جماعة الحوثي الانقلابية عندما يعلن القائد الأعلى للقوات المسلحة فخامة المشير عبد الربو منصور هذه ساعة الصفر خصوصا وأن الجاهزية القتالية للجيش الوطني والمقاومة الشعبية هي تعد على أكمل وجه وقد أعلنت المنطقة العسكرية الثالثة والمنطقة العسكرية السابعة استعدادها الكامل لتحرير العاصمة صنعا من ناحية سياسية على جميع الفرقاء السياسيين في الجمهورية اليمنية توحيد صفوفهم وتوجيه جميع بنادقهم إلى هذا العدو فعليا علينا نسيان الخلافات السياسية جانبا في هذه اللحظة الفارقة من تاريخ الأمة العربية وليس من تاريخ اليمن فقط سيدي الكريم تطهير العاصمة صنعا وبقية المناطق التي ما زالت ميليشيات الحوثيين تسيطر عليها هي معركة العرب بشكل كامل كما توحد العرب واستجابة لنداء خادم الحرمين الشريفين في إعلان عاصفة الحزم والوقوف إلى صف الشعب اليمني وقيادته الشرعية على جميع القوى الوطنية والسياسية داخل اليمن الالتفاف حول فخامة الرئيس عبد الرب ومنصور هادي وحول قيادة التحالف العربي المملكة العربية السعودية من أجل بدء ساعة الصفر الفعلية لإنهاء ميليشياء الانقلابيين الحوثيون اليوم نحن سيدي الكريم نشهد التفاف كبير حول التحالف العربي وحول القيادة الشرعية من الناحية العسكرية جميع الوحدات العسكرية تشارك بمنطلق وطني عروبي بامتياز بعيدا عن التصنيفات السياسية يتبقى الموقف السياسي أن يصبح موحدا لدى الجميع المعركة اليوم هي اجتثاث جماعة الحوثي التي رفضت جميع حلول السلام التي قدمت لها من الأمم المتحدة بواسطة المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشير نعم أستاذ وليدا تتحدثت عن تطهير صنعاء من الميليشيات الحوثية الإيرانية وتحدث أيضا عن ساعة الصفر برأيك متى ستبدأ ساعة الصفر وبالتزامن مع نجاحات القوات الشرعية على الأرض هناك نجاحات كبيرة القوات الشرعية في أغلى مناطق اليمن ما نشهده اليوم على المستوى المعارك سيدي الكريم بأن الجيش الوطني والتنسيق الكامل مع التحالف العربي يسعى فعليا إلى إضعاف قوة ميليشيات الحوثي الإيرانية عن طريق قطع جميع خطوط الإمداد التي يستخدمها الميليشيات في الجبهات التي ما زالوا متواجدين فيها تحرير عسيلان وأيضا بيحان وهذه المدريتين المهمتين واليوم نحن نتحدث عن تقدم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية داخل محافظة البيضة سيدي الكريم ويقطع طريق التهريب كان يستخدمه الإنقلابيون الحوثيون من شواطئ بحر العرب مرورا بالمناطق الجبلية لرفض هذه الجماعات بالسلاح الذي يستخدمونه من أجل قتل اليمنيين اليوم سيدي الكريم ميليشيات الحوثي تعبث بهذه الصواريخ التي تريد توجيهها إلى المناطق السكانية ولكنها تسقط على رؤوس المواطنين المحيطين بهذه المناطق هذا ما شهدنا في مجزرة العاصمة الصنعاء يوم البارحة أتوقع أن الحكومة الشرعية تقف مع التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية تقف موقفا دبلوماسيا جادا من أجل رد عمليات تسليم وتهريب السلاح لميليشيات الحوثي على الأمم المتحدة ومجلس الأمن أن يقف بموجب القرارات الدولية التي تحضر على جميع الدول مد جماعة الحوثي الإيرانية بالسلاح وإبعاد المصالح الخاصة لهذه الدول هذه الجماعة ليست خطرا على اليمنيين والعرف فقط هي تهدد الملاحة البحرية وهذا ما يقوم به الجيش اليمني اليوم من أجل تحييد خطرها على الملاحة البحرية في تقدمه في الساحل الغربي والسيطرة الكاملة على محافظة الحديد نعم أستاذ وليد يعني بعد قطع خطوط الإمداد وخسائر كبيرة في صفوف ميليشيا الحوثي سؤالي هنا برأيك على ماذا يؤشر لجوء الميليشيا الإرهابية إلى التجريد الإجباري للأطفال وهذا واضح في مناطق في اليمن عجز ميليشيا الحوثي من تسويق مشروعها على مستوى المناطق التي تسيطر عليها لم يعد هناك رافض من المقاتلين لذا هي تلجأ فعليا إلى استخدام الأطفال تقوم العبث بعقول هؤلاء الأطفال من ناحية عقائدية وأيضا شراء ولاءات بعض الأسر بالمال نتيجة الفقر المدقع الذي يعيشه اليمنيون القابعين تحت سيطرة جماعة الحوثي الإيرانية بعد عبث هذه الجماعة بموارد الدولة السيادية وإفراقها للخزينة العامة للبنك المركزي أبان وجود البنك المركزي في العاصمة المحتلة صنعاء وما سمي بالهدنة الاقتصادية الغير موفقة فعليا والتي تداركتها الشرعية اليمنية بنقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن اليوم الانقلابيون الحوثيون يضعون أبرز المقاتلين أو ما يسمون بربيون سيد الكريم على متاخم العاصمة صنعاء لأنهم يعلمون جيدا بأن اقتحام العاصمة صنعاء وتحرير العاصمة صنعاء هو بداية الانهيار الكامل لهذه الجماعة بينما يفرقون مجموعة الأطفال الذين يجندونهم على مختلف الجبهات بشكل كبير جدا يقومون بالإسحابة من بعض المناطق التي تحقق نجاحات عسكرية يزرعون فيها الألغام شكرا لك أستاذ وليد كان معنا من عدن المحلل السياسي وليد صالحي شكرا جزيلا لك أستاذ وليد على هذا التوضيح وعلى هذا التفصيل أيضا ترجمة نانسي قنقر